اختم بصورة اليوم مع تسمية المدرسة مدرسة العلوم السياسية المدرسة العليا اليوم بمناسبة اليوم الوطني للشهيد مثل ما نشاهد في الصور الوزيرين وزير المجاهدين لعيدربيغا ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ولكن أكثر من لفت الانتباه في صورة اليوم هو حضور السيد أحمد طالب الإبراهيمي في ظهور النادر أحمد طالب الإبراهيمي المختفي عن الرأي العام ولا أحد طبعا يشاهده منذ سنوات بسبب كبار سنه واعتزاله العمل السياسي أحمد طالب الإبراهيمي ظهر اليوم رفقة الدبلوماسي الأسبق أيضا السيد صالح بالقبي وكلاهما ظهر رفقة إطارات وأساتدات وطلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية مبادرة جيدة من طرف وزيري المجاهدين والتعليم العالي أن يكون حاضر أحمد طالب الإبراهيمي وصالح بالقبي مع حفظ الألقاب كان هناك أيضا مستشار رئيس الجمهورية محمد شفيق مصباح مثلما نشاهد في الصورة كبار السن طبعا باين تقدم السن أحمد طالب الإبراهيمي وصالح بالقبي ولكن هذه هي صورة اليوم مثلما نشاهد والمدرسة العليا للعلوم السياسية سميت باسم الشهيد زدور محمد إبراهيم قاسم وهو من موليد وهران محرر بيان أول نوفمبر باللغة العربية بزاف ما يعرفوش اسمه زدور محمد إبراهيم قاسم يعتبر أول طالب استوشهيدة تحت التعديم من طرف قوات الاستعمار الفرنسي أطال الله في عمر المجاهدين ورحم الله شهداء هذا الوطن شهداء الأمس واليوم